سلام عليكم ورحمة الله يعني جبتلكم مباريات فيروزا بما فيه الكفاية من البطولة اللي شغالة حاليا بطولة الفرق الاوروبية للشطرنج فخلونا نبص على احد مباريات انيش جيري اللاعب ذو التقييم 2774 لاعب هولندي ويقابل اللاعب الجورجي المجنون شطرنجيا بادور جوبافا تعالوا نشوف بادور جوبافا عمل مصيبة ايه النهاردة عشان هو عمل مصيبة كبيرة ويعني ما خدش باله منها غير متأخر فاللحظة تحس ان انت مبسوط وسعيد كده وانت بتتفرج متشاش تعمل لنا لايك ويلا بينا دي كانت الجولة الاولى هولندا هتلاعب جورجيا وانيش جيري المشهور بانه بيتعادل كثيرا وكثيرا يلعب بيدأ ملك ده رايح عشان يكسب ويقابل الكاروكان وايه احسن طريقة علشان تقاتل ضد الكاروكان ادفانس كاروكان وبعد بيشب اف فايف في ناس بتلعب ايتش فور وبعد ايتش ثري بيتخلصوا من هذا الفيل وبيلعبوا مطش طويل وبسيط لكن اكتر شكل ممكن تحارب في ضد الكاروكان هو الشورت فارييشن وسمي بتفريع شورت اسوة بصاحبنا نايجل شورت اللي كان بيلعب هذا التفريع كثيرا لو حد عنده معلومة غير دي في التسمية ياريت يقول لي نايت اف ثري وبعد ما يقفل سوست البادئ بعد ما عدى الفيل بتاعه بيشب ايتو وهذا ما يعرف بالشورت فارييشن المين لاين هنا هو نايت دي سفن ولكن جوباذا يضرب السنتر مباشرة بسي فايف وهنا انيش جيري ما يختارش انه يلعب سي ثري عرشان هيبقى في ضغط سخيف على البيدأ ده هو يقول له دلوقتي حالا بيشب اي ثري ودي اكتر ما لك تلعب في الشكل ده خد قرار هتاكل ولا هتحمل بيدأ ممكن تحمل بيدأ من خلال كوين بي سيكس بس ده هيبقى جيم شورت بقوي بعد نايت سي ثري وبسيب لك البيدأ كوين بي ون بجبرك ان احنا يلا نكسر الحقيقة انك لو كالت هنا بلعب لك بيشب تي دي تو ولو اكلت هنا انا باكل هنا والوضع بتاعك بيكون صعب جدا عاوز اديك كشات فظيعة عايز ااخد الرخ يعني اتفوق تسعى على الانجين فشكل ده تلعب كتير قبل كده وبعد لو انت كالت هنا انا بديك كشة فظيعة من هنا برضو ووضعك بيبقى صعب كش الاول بعد نايت دي سيفن بازنق وزيرك بهذا الشكل اوكي فبتضطر تكسر وبعد انت لعب سيفور وتسيب لبيدأ والشكل بقى كده ايكوال بس افخاخه كثيرة ولذلك هو مختارش كوين بي سيكس وممكن تحمل بيدأ برضو بنايت دي سيفن بحيث لما تاكل يعني تاكل وتبقى الامور واضحة لكن برضو مختارش ده ولكن نختار انه ياكل بيدأ في بيدأ على طول ولكن هذا سيعرضه الى ان نهاجم هذا الفيل وناخد احد الفيلين فالرجل قال لك انا لسه هرجع بالفيل واتأخر في التعبئة انا هطلع بحصاني بحيث اقول له يعني كل وناكل واه واخد بالك قال له ما فيش الكلام ده انا عايزك متكربس انت لو طلعت بهذا المنظر فانا هاكل وساعتها بيدأ كتعوجت وانا هبايت دلوقتي وشوف انت حل مشاكلك نايت دي سيفن خرجنا من الافتتاح بهذه النقلة ما يلعب في هذا الشكل هو هذا النايت هنا وعليها بتربطه فيقولك انت جاي تعمل ايه بتقوله انا جاي يأكل وبعدين هو بيأكل وبعدين بتلعب هنا سي فور وعليها بيستمو في كوين دي سيفن وبعد ما تنتشر بالحصان الاسود بيأكل عشان يفرغ مربع لهذا الحصان انه يجي هنا جامد جدا والمطش تعادلي اوكي لكن جبافة زي ما انا قلتلك خرج من الافتتاح بنايت دي سيفن ضاغطا على هذا البيضاء والكمبيوتر بيقول بيستموف سي فورش سيب له البيضاء بس حاول تفتح الاسنتر بدري عشان الرجل متكربس وبعد بيشف جي سيكس نايت سي تري تاكل ناكل وبقى في ضغط بشع بالكوين على هذا الوطر المهم عشان احنا خرجنا برا الافتتاح فما تتوقعش ان دايما هيكون فيه بيست موف من اللعيبة الا ان لازم بدام هما الفين سبعميات وخمسميات لازم تتوقع يعني نقلات جيدة جدا مش شرطة تكون البستة على الانجن اللي يناس تكون جيدة جدا زي زي دي فور هات لو سمحت الفيل اللي محيرك وبعد ما رجعت بالفيل اف فور باحمل بدأ بتاعي الوسطي وبهدد اني ازنق الفيل وهنا جوبافا يقضي دقيقتين من وقته ويعمل مصيبة وقف الفيديو وفكر في المصيبة اللي عملها جوبافا وانا هتبر ان انت رجعت واول ما جيري يشوفها يقوم لاطش الحصان ويقول له انت جيت النهاردة يا جوبافا انت انت جيت النهاردة انت 2600 او لا انت وضعك ايه بالزبط الفيل يا ابني راح يا ابني بدأ بقى جوبافا من هنا يفكر قاعد ثمن دقايق واملعب كوين بي ايت اتخذنا القطعة وبعد ما اكل بشب اف فور حمينا البيداء بعدين غطس له بتاع ربعاية واملعب الكش وبعد ما احنا مشينا غطس له برضو بتاع عشر دقايق كده وقام ناتش ال ايه البيداء ومن هنا يعني نبدأ طبعا الكمبيوتر بيقولت فوق 2.7 من 10 ولكن لازم تلعب كويس جدا علشان تقدر تخافز على الادفانتج بتاعك ليه علشان فيه بون ماجورتي يعني اكثرية بيدقية في الوسط ولو انت مقدرتش تلعب ببساطة او دخلت انت جيم بالبادئ الكتير دي ممكن تتعب وممكن الاسوي يعرف يتعادل فنايت سي 3 اتلعبت من انيش جيري تاريكا ذلك البيدق ولكن لو اخد وعنده نايت اي 5 يطلب الوزير ويطلب الفيل وهياخد احد الفيلين ويبقى وضعه حلو ده غير انه هو كمان لو اكل دلوقتي الحصان ده بيروح يعني اصلا مينفعش هيك طيب تلعب ايه قالك تلعب دي فايف هات لو سمحت مش عايزين نكسر دلوقتي انا مبسول بالربطة ومش عايز اخد بيدا انا مش طماعة انا هرجع بعدين صاحبنا جوبافا يلعب F6 وكأنه بيقوله انا ناوي اعمل فورترس او قلعة حصينة الحصان ده ما بيتزاقش عليه اي بيادق وهحاول اعمل شكل دفاعي والكمبيوتر بيقول تفوق واحد وسبع من عشرة فقط بعد نايت اي فور هاتلي الفيل الجامد ده بيشب دي سيكس طبعا مش هديهولك وهزود حماية الحصان اللي واقف عامل القلعة بتاعتي في الوسط صاحبنا انيش جير يلعب نقلة جميلة جدا الى وهي مهاجمة الوسط من خلال سي فورش نقلة ممتازة ده غير ان الملك في السنتر وبالتالي لو انا فتحت اللينات على الملك هتبسط جدا جدير بالذكر ان نايت تيكس is a bad move نتيجة ان انا هبوز البيادئ بهذا الشكل طبعا مفاش تاكل عشان هاكل على طول فالاول بتاكل كده بناكل بالبيداء مفيش اي اختراق للوزير مع الرخ وبعدين بتاكل وبلعب ببساطة queen e2 هات هنا وهات هنا والتفوق بقى اربعة طيب فبعد سي فور قالك ان ملعب king e7 اكونيكت الوزير مع الارخاخ واحمل feel زيادة واكمل لعب queen c2 خطة انيش ببساطة اني هجيب الرخ التانية احاول افتح السي فايل واخترق من خلاله معسكر الاسود rook h6 مش احسن حاجة علشان انت عادة نفسك تخترق بان الوزير يكون في الوش لكن الاسف انت مش عارف تعمل كده دلوقتي فبتلعب المتاح rook h6 rook ac1 queen h8 يعني احتمال كده ربنا يكرم كده ويحصل اي حاجة هنا فعلى طول انيش يلعب point expone point expone وقدر يفتح الفايل لو اكلت بالبيدأ التاني فالكمبيوتر ميت تفوق اربعة بعد rook h1 وبعد روك h3 knight c5 وهكذا عموما يعني في الشكل ده البيدأ ده متأخر وبعد من حسن ده يمشي هيبقى اضعاف فالتفوق هيجي واحدة واحدة بس هو تفوق اربعة الانجين ما حدث في المباراة انه اكل بهذا البيدأ وفتح فايل السي وانا نفسي بقى توقف الفيديو هنا وتفكر ممكن يكون انيش لعب ايه نقلة جميلة جدا من انيش جيلي يعني تدل على انه فعلا من اول عشرة على العالم من افضل عشر لعيب على العالم انا هعتبر ان انت رجعت وعملت لنا لايك جميل زيك ولعب روك f3 الفكرة البساطة ان الرخ دي بتبص الحيطة ما بتعملش اي حاجة مفيدة هنا فهو لقى اسرع طريقة يقدر ينشط بيها الرخ بدون ما يخسرها لانك ما تقدرش تاكل لاني هاكل بكش ولو اكلت هديك مات في واحد فما تقدرش تاكل الرخ بعد روك دي 8 حميتي الفيل هربت بالرخ والرخ اشتغلت يا جمالك بصراحة اداء جميل جدا من انيش جيلي في انه يفع على الرخ دي روك دي 7 ما تدينيش كشة من الصف السابع كوين سي 8 تعال انكسر انا معي قطعة زيادة كل قطعي بقت جميلة ومعي امتياز في لين يلا نكسر يا عم اكسر ايه انا خسران مش هكسر طبعا براحتك هات لو سمحت الرخ الرخ لو تلاحظ يعني شبه محبوسة لو انت حاولت ترجع بالرخ دي مثلا هنا فهتاكل كشات من هنا جامدة جدا فالرخ ما بتتحركش حاولت تتيجي هنا نفس الكش اوكي فراجل تخلص من الحصان الجامد ده واكلنا بكش وكينج اف 7 وضغط على الرخ تاني عايز اكل كده وبعدين اخد الرخ لان اللي حامل الرخ هو الحصان كوين اي فور تشاك حضرتك جاي تعمل ايه يا عم انت بتتكلم في ايه ما انا ممكن اكلك دلوقتي تاكلني اكل الاول بكش وبعد كده اكل بالرخ مفيش حاجة كوين دي فور بيشوب تيكس لو اكلت بي اي من البيضق او الوزير هتخسر رخ كاملة فيديله كش كده في السكة فانيش يمشي فجوباذا ينسحب مباراة غريبة يعني بلندر غريب جدا من جوباذا وده بيحصل فعلا لعيب الشطرنج ممكن يحصل له كده يعني في غفلة من الزمن تحس ان انت ت ايه اللي انا اعملته ايه ده فيه ايه في دقيقتين لقبت نقلة غلط وفضلت عاني طول المباراة هو ده الشطرنج دي فعلا الشطرنج دي ساعات بقى في نقلات غلط يعني هنا كان يكفي نقلة واحدة غلط عشان الامور تبوز منك اتمنى مبركونا عجبتكو فشوش تعملوني لايك ولقوموا مرة تشوفونا دوسوا على زر الاشتراك ونشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته